ونهاردة في أول السنة فتعالوا نتكلم عن حاجة تنشط البيوت وتخلي البيوت في سعادة وفرح وتخرجهم وتجعلهم دي يستثمروا التوافق عشان يوصلوا للسعادة من أكتر الحاجات اللي شفت إن هي بتعمل عدم امتزاج حقيقي واندماج ما بين الزوجين ظاهرة كده عارف أنت لما هي تحب تنام في المروحة وتنام في التكييف وهو بيحب إن هو ينام في الدفا هي بتحب تنام في النور وهو بيحب ينام في الظلمة وسعادة تبقى الزوجات بعض الزوجات بتكون ليهم شخصية نشطة وقلبها زي ما بقولوا كده حامل وهيبر والزوج بيكون إيه بقى؟ بيكون هادي وبيحاول يعمل تنمية البيت والاستثمار في البيت ولكن بدون كلام ومن غير مشارك يعني بيعملوا إيه؟ بيعملوا كده في الدرة إيه اللي حاصل ده؟ واضح جدا 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 إن فيه حاجة اسمها الاختلاف في الطبائع ما قلتش في أنات الشخصية لأنه ممكن على فكرة يكون نمط شخصيتهم واحد بس هم اختلفين في الطبائع واحد حامل وبيحب الحركة واحد هادئ بلا شك واضح جدا جدا إن حضرت النبي بقوي وأمي صلى الله عليه وسلم هو كان أكمل نموذج ولكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما وشرب من كاس الحكمة بتاعه سيدنا أوبكر فسيدنا الرسول اللي حاصل صلى الله عليه وسلم هادئ وسيدنا الرسول اللي حاصل صلى الله كان يعد كلامه لكن نشوف السيدة عائشة ما شاء الله حركة هنا وهنا لدرجة إن من كتر حركة السيدة عائشة الإمام الزركاشة عمل كتاب الإصابة فيما استدركت والسيدة عائشة على الصحاب يعني قاعدة لكل حاجة تناقشها ففيه اختلاف في الطباع فعشان كده الزوجة اللي هي قلبها حامي وهيبر دي بتشعر إن هي وزوجها بالزبط كده زي الميا والنار زي حاجتين مش هيمتازجوا طبعا احنا مش بتكلم على السيدة عائشة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم لكن احنا بنتكلم علينا وعلى بيوتنا احنا بقى احنا فقط كنا بنستدل على اختلاف الأنماط الشخصيات هنا بقى هي تحس بقى ايه او ايه ده هو انا بكلم نفسي ايه انا بكلمك ايوة من اسمعك ايوة سمعني ما بتردش ليه وهو يقول لها والله انا بسمعك بركز يعني في الكلام اللي انت بتقوليه بتقول له انا مش عايزة الكلام يبقى ميت كده فالزوج بيكون عاوز يمتزج معها مع الزوجة اللي هي النار دي المشتعلة لكن بيحس بمصدات ييجي يتكلم يحس بحواجز كده وفبيضطر يسكت يسكت عشان ايه مش عايز ييجي من زوجته اي رد فعل قاسي فيؤدي الى فساد العلاقة في الحقيقة المشكلة دي هي مشكلة اختلاف الطباع فيه شخص نشط وقلبه حامي وقد يصل الى الاشتعال والتاني هادي وبطيء وساكن واحيانا مستسلم مش هنكتب يعني مش هنكتب ان بعض الرجالة وخاصة في الوقت اللي احنا فيه ده بيستسلموا للظروف ومم بيتحركوش صح؟ وكتير من الستات بتشتكي ان جوزها على قلبه مراوح او شاكوا على طول بتجنى في في الارشاد الزواجي والرجالة بيكون على قلبهم مراوح ايوة ليه بقى؟ لما بيكونوا تحت ضغط بيكونوا عاوزين يسكتوا وياخدوا جم لغاية ما يفكروا ازاي يعدوا الريح والستة لما بتبقى تحت ضغط بتبقى عايزة تتكلم وتاخدوا ددي وحتى ممكن تتخانق وعايزة تتواصل باي شكل عشان تحس بالامان في الغالب الازمة دي بتحصل بين الزوجين بيدزداد بما بين الزوجين في منتصف العمر عارفين منتصف العمر ليه؟ خلاص لان قبلها كانوا منشغولين في حالة كده بنسميها الحالة بيولوجية ايه اللي حصل؟ بيخلفوا ويه اللي حصل وبيراعوا الاولاد وبيحاولوا يوصلوا معاهم الى افضل طريقة اللي حفاظ على صحتهم يروحوا للدكتور بطن الطفلة موجوعة ازاي عن جيب البامبرز كل الحاجات دي لكن لما يتقدم العمر ونوصل بقى لمنتصف العمر وبتبدأ المطالب تلح بقى مطالب الزات هي عايزة تحس ان هي لعمر ما فاتهاش وهي مازالت انثى ومازالت امرأة ومازالت جميلة وهو يحس ان هو مازال حتى الان يستطيع ان هو يستمتع بالحياة او الله صحيح مش الحياة فاتته خلاص وهو ما بقاش الرجل اللي ممكن يعجب به خلاص الاولاد كبروا وانشغالاتهم بدأت تيل فتبتدي الزوجة تشعر بانها ما خدتش حق اهم من الحياة وكان بتأجل احتياجاتها عشان خطر العيال بس دلوقتي مفيش هي محتاجة دلوقتي تلبي احتياجاتها فبتشعر الزوجة بالوحدة وتزداد عصبيتها ويمكن يزداد عنادها وتبتدي على خلاف العادة يرتفع صوتها وهي اصلا مشتعلة فتزيد اشتعال هنا الزوج لابد انه يبقى فاهم احتياجاتها كويس لان كل واحد فينا لما يفهم احتياجاته وهي لازم تفهم احتياجاته كويس